رحمة الله الرحيم نسمع من بعض الدعاة والخطبة إذا تناولوا بعض المواضيع مثل موضوع مثل الدش والتحذير عنه يورد مثلا قصة مثيرة مثلا أن رجلا فعل ببنته الزنا أو أخا فعل بأخته الزنا فهل مثل إراد مثل هذه القصص وإن كانت فعلا حصلت إرادها للناس أو تسمعها المجتمع هل في ذلك شيء؟ أنا أرى أن لا تذكرها هذه القصص أن نشينا سواء في الدش واللغة للدش لأن الإرسان إذا سمعها قد يتصور أن هذا من مسألة عامة وهذه مسألة خاصة لكن يمكن في مجلس من المجالس أن يذكرها الإرسان لبيانة مضار هذا القصص أما بصفة عامة على المنظر فهذه فيها نظم ثم إن الحاضرين قد يكونوا من غير البلد فيتصور واحد منهم أن هذا في البلد نفسه ويحصر في هذا سوء سمعه فأنا ألا تذكره ويكتفى بذلك الحديث الصحيح وهو قول النبي عليه الصلاة والسلام ما من عبد استرعاه الله على رعية يموت يوم يموت والضغاش لها إلا حرم الله عليه الجنة فيقال لصاحب العائلة الذي يتمكن من منع دخول بيته الدش يقال هل استرعاه الله على رعية؟ هذا الجواب؟ نعم لا شك وهل هو إذا قدر على منع هذا الدش ولم يمنعه مع مشاهدات الفضائر فيه هل يعتبر غاش لأهله؟ أو لا يعتبر غاش لأهله؟ إذن يصدق عليه الحديث من مات يوم يموت ما من عبد استرعاه الله على رعية يموت يوم يموت وبغاش لها إلا حرم الله عليه الجنة يدخل في هذا الحديث بلا شك ولكن هل نشهد لهذا الرجل بعينه؟ هذا هو الممنوع لأن نصوص الوعيين ما تطبق على كل شخص بعينه كما أن نصوص الوعيين لا تطبق على كل شخص بعينه ألسنا نعلم أن من قتل بسبب الله فهو شهيد؟ فلو قتل رجل في المعركة بين المسلمين والكبار هل نقول فلانه شهيد بعينه؟ لا ما نقول لأن التعين غير التعمير فهذا الرجل الذي أبقى الجش وقادر على منعه أو هو بنفسه جلبه للبيت إذا مات فهو غاش لرعيته لا أحد يشكل عليه هذا الأمر فيدخل في عموم الحديث لكن الممنوع أن تشهد له بعينه فتقول مثلاً لجيرانك إذا مات أبوهم وقد أدخلت بش تقول أبوكم محرم عليها جنة حراماً لأن العلماء يقولون من مذهب لصنة وجماعة أن لا نشهد لغيرنا لشخص معين بجنة ولا نار إلا لمن شهد له رسول صلى الله عليه وسلم نعم ترجمة نانسي قنقر